طيب لسادة رشا بنتي حامل وفيها بقع حمراء اللي يعني البقع الحمراء دي في الشهر السابع وهي حامل في الشهر السابع وفي بقع حمراء البقع الحمراء دي اللي بتبقى موجودة وبتطلع وبتعمل حسية بدا في حامل هنا بنعمل حاجة ضريفة جدا 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 بنجيب الترمس المر المطحون ونعجنه بماء الورد ونعمل نحط على الماكد دي كلها البقع الحمراء هتلقاها اتشالت تماما بالاضافة خلي اكلها زي ما انا قلت الاكل بتاعنا السليم اللي هو كمية الطعام المطبوخ يسوي كمية الطعام الطازج على فكرة الكلام اللي انا بقوله ده يحل مشكلة كبيرة جدا لو كانت كمية الطعام المطبوخ يسوي كمية الطعام الطازج محدش هيبع عنده انيميا محدش هيبع عنده المعلومة النهاردة المعلومة اللي انا بقولها دلوقتي يا جماعة المهمة جدا اللي قالها الطعام المطبوخ الحار يساوي كمية الطعام البارد هو ده الأكل الصحي اللي قال عليه أندريا ويل اللي خده من سيدنا رسول الله صلى الله وعليه وسلم في معلومتان مهمة جدا وهي سيدنا رسول الله يقول اعتدموا بالزيت والداهنوا به زيت الزيتون اعتدموا يعني يخدوه كأدام غموس ناكل به غموس نغمز به والداهنوا به ما قالش وادهنوا وادهنوا به فإنه من شيرة مباركة بيحافظ على الإنسان ما يتعرضش إيه الجفاف البشرة وجفاف كل كده وينعم البشرة إلا بعد حده ويمنع الكرماشة يمنع الكرماشة طيب الأستاذة هدى بتقول ارتكارية في الجلد وهي راحت عند عطار وعطاها كبريت عمود وعطاها مش عارف إيه والكلام ده كل كلام ده أنا بحبش أستخدم الكلام ده خالص خالص وإنما يستخدمي آخليا آخليا وأرد وأملك كل دول خدهم من بره من الخارج طب الحاجة الداخلية نقدر نشيلها عن طريق الآخليا ترجمة نانسي قنقر